تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد النور الكائن بمنطقة سند في محافظات العاصمة يأتي ذلك تحقيقا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإعمار بيوت الله بكافة مناطق مملكة البحرين وأكد سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية في كلمة بهذه المناسبة أن مملكة البحرين تشهد تزايدا ملحوظا في بناء بيوت الله يوما بعد يوم وفق التوجهات السديدة لجلالة الملك المعظم وبدعم ومساندة ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتقدر مساحة المسجد الإجمالية لهذا المشروع ثلاثمائة وتسعين مترا مربعا ويتكون من طابقين ويحتوي على مصلة للرجال يتسع لثلاثمائة شخص ترجمة نانسي قنقر